الكالتشو السنادي مولع هليناء وقفت دقاتي مع الدور الإيطالي طبعا واللي بيشهد السنادي منافسة قوية جدا خلينا نرحب على شاشة النادي الأهلي وفي السادسة معانا برودي جالاتي الصحفي بلجازاتة ديلو سبورت وكمان هو مزيع في قناة أيسي ميلان طبعا بداية بشكرك على وجودك معانا مسار خير على الجميع وشكرا لكم على توجيه الدعوة لرودي تابعنا بداية مباراة مبارح قوية جدا مسيرة جدا في أحداثها وإن كانت انتهت بخسارة الميلان خلينا يكلمك بداية على مواجهة مبارح وإزاي شفت تراجع عداء الميلان ورغم أنه يمكن حاول يرجع في المباراة إبراهوفيتش قدم مستوى أكتر من رائع هو في حد ذاته ظاهرة 40 سنة وقدر أن يسجلها اعتبرها هاتريك لكن إزاي شفت المباراة مبارح كانت مباراة رائعة مباراة قمة طالية بالميلان وفيرنتينا وكانت مباراة رائعة من جانب جمهير فيرنتينا الذي قدموا أداء رائع وقاموا بمزاندة الفريق أمام الميلان لأن مباريات الميلان واليوفي وروما عندما يزابونا لأرتيميو فرانكي تكون مباريات قوية جدا بالنسبة لجمهير الملعب الأرتيميو فرانكي لكن الميلان قدم أداء رائع وحاول العودة في المباراة لكن مدرك بيرنتينا إيطاليانو عرف كيف يقوم بخطة كبيرة من أجل القضاء على الميلان وستيفانو بيولي لكن بالعودة إلى يبريموفيتش يبريموفيتش ما زال يصنع التاريخ كل يوم أكثر من الآخر 40 عاما وسجل هدفين تستطيع أن تكون الثالث أيضا كما ذكرت لكن لديها المزيد ليقدمه للميلان يبدو أنه كبار إيطاليا يعانون يعني اليوفي مش في أفضل أحواله الإنتر نفس الحكاية إزاي بتشوف المنافسة على الدوري الإيطالي السندي وفرص الميلان في أن يحقق اللقب اللي غاب عنه الاسنين طويلة جدا الإنتر الإنتر ونابولي هذا المساء ستكون قمة رائعة في الدوري الإيطالي والكالشيو الإنتر ونابولي سيقدمون مباراة ليك بالدوري الإيطالي الليلة ومن سيفوز الليلة ستكون قد يحسم الدوري الإيطالي الإنتر بالرغم من التخلي عن لوكاكو وأشرب حكيم لكن ما زال يقدم أداء رائع مع سيموني إنزاجي لأن سيموني إنزاجي مدرب رائع ويقدم أداء عظيم مع إنتر ميلانو طيب قبل ما سيب ماتش الميلان وفيرنتينا من يسألك على إبنانوفيتش ورأيك في فكرة أنه لعيب يوصل لأربعين سنة وما زال عنده القدرة على يعني أنه يقدم المستوى دي وما زال عنده القدرة على أنه أنا بيتهالي ما فيش لعب وصل لسن الأربعين قدر يسجل هاتريك أساسا في مباراة وده واحد من الأرقام اللي حقق إبرايموفيتش أنا أعتقد نعم نعم إبرايموفيتش لازال مداي العديد والمزيد من أجل أن يقدمه لأن إبرايموفيتش لدي عقلية عظيمة مستحيل أن تجدها في العديد من اللاعبين في هذه الأيام يلعب من أجل حب كرة القدم إبرايموفيتش أينما ذهب قدم تاريخ وقدم أداء عظيم في مرسيليا وفي آياكس وفي الميلان والإنتر واليوفي هل ظلم إبرايموفيتش بعدم حصوله على رقب الأفضل في العالم من وجهة ناظرك؟ كيم رتافة؟ بالطبع نعم ظلم إبرايموفيتش بعدم حصوله على الأفضل في العالم لأن إبرايموفيتش يقوم بعمل أرقام كياسية عظيمة من المستحيل أن يقدمها أي لعب وآخر 15 عام إبرايموفيتش يعتبر أفضل المواجمين في العالم المباراة دي كمان الحقيقة يمكن لفت نظري فيها هو لفت نظر العالم كله ولا حديث إلا على مهاجم فيرونتينا فلاهوفيتش وكلام كتير على عدد كبير من العروض تقدمت لفيرونتينا للحصول على خدمات مهاجمه فلاهوفيتش هل تتوقع أن واحدة من الصفقات دي ممكن تتم في العروض دي تترجم لحقيقة في المركات والشتوي؟ بالطبع فلاهوفيتش في آخر العام وآخر الدوري سينتقل خارج الدوري الإطالي لديه العديد من العروض وللأسف إيطاليا والدوري الإطالي سيخسر هذا المهاجم لأن مهاجم من الصعب تعويضه في الدوري الإطالي هذه الأيان ولكن أقول لك الشيان أن فلاهوفيتش سينتقر إلى إنجلترا دوري الإنجليزي طيب خاليني أكلمك كمان على المنافسة على لقب الدوري السنة دي إزاي بتشوفها؟ يمكن مبارح اليوفي استطاع أنه هو يعني يستعيد توازنه مرة تانية فوزه على لاتيو بنتيجة 2-0 صحيح نتيجة دربتين جزاء لكن البدايات مع ماسيميليانو على الأجري ما كانتش مبشرة فرص الفرق الكبيرة في الدوري الإطالي في المنافسة ومين الأقرب لحسب اللقب للسنة اليوفي بدايات اليوفي كانت متعسرة ومسيميليانو على الأجري لم يكن عند حسن الظن جماهير السيدة العجوز وقام ببداية صعبة لليوفي وجماهيره ولم تكن متوقع لكن اليوفي ومسيميليانو على الأجري وإدارة اليوفي وقرر إدارة اليوفي تعلم جيدا من أين تعودها عند رئياني اللي اجتمع مع ماسيميليانو على الأجري وحسه على عودة اليوفي لأنه ليس ما كان اليوفي ولازم لليولوكا بيه وشاهدنا ذلك في مباراة دوري عبطال أوروبا وشاهدنا بالأمس أمام مباراة لاتسيو لكن الميلا واليوفي سيقدمون أداء رائع وبالنسبة للإنتر تحت قيادة سبالتي يعني أعتقد الجميع توقع أنه بعد رحيل أنطونيو كونتي وبعد تخلي الإنتر على نجومه الأهم زي لوكاكو وزي أشرف حكيمي أنه الفريق ليس لديه القدرة على المنافسة لكن الحقيقة بيقدم برضو أداء جيد ومرضود جيد وحتى اللحظة قادر يحافظ على فرصه في المنافسة على لقب الكلشو تحت خيادة سبالتي لينتر ذكرت منذ قليل أنه قد خسر حكيمي ولوكاكو لكن قد فاز بمدرب عظيم يدعى سيموني إنزاجي يحاول أن يعيد إنتر كونتي لكن ما زال لديه بعض الوقت بسبب كل النجوم وأيضا لوشانو سبالتي لوشانو سبالتي يعقومه بعمل عظيم مع النابولي وكتشهدت نابولي الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الذي لم يخصد حتى الآن مع لوشانو سبالتي وهذا ريكورد كبير لجماهير نابولي مباراة هذا المساء ستحدد بدرجة كبيرة من سيفوزها بلقب الدوري الإيطالي من الحديث عن الدوري الإيطالي خليني أخذك شوية لمنتخب الإيطالي والحقيقة اللي يمكن فجئنا بتتويجه بلقب بيورو 2020 وبعد كده كان فيه ممكن تراجع كبير جدا في المستوى وكان أهم النتائج يعني أو الحاجات اللي ترجمت ده هو عدم قدرته على التأهل مباشرة لكاس العالم إزاي شايف فرص إيطاليا في التأهل لكاس العالم وإيه الخطوات اللي على منشين المدير الفني لمنتخب إيطاليا أنه ياخدها عشان يصحح المسار بالطبع لم نكن نتمنى أن تكون هذه نهاية بطل أوروبا في تصفيات المجموعة المواهلة لكاس العالم لا أحد كان ينتظر هذا الأداء السيء من روبرتو منشيني ومجموعة إيطاليا الرائعة لكن لا نريد أن نصبح أولئي اللعبين منذ ثلاثة أشهر فقط كانت هذه المجموعة أبطال أوروبا وكنا نتغنى بها في جميع الأستوديات وجميع الصحف وجميع وسائل الإعلام روبرتو منشيني لديه بعض الأخطاء نعم لديه بعض الأخطاء كما يخطأ الجميع لكن مباراة البلي أوف ستكون مباراة صعبة ونتمنى الصعود لكاس العالم من خلالها إذا فشل منشيني في قيادة إيطاليا لمشاركة في بطولة كاس العالم هل تتوقع قلته؟ هذا بالطبع سيكون كرار صعب ويتم توجيهه إلى المسؤولين في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وأنا أتمنى أن تفوز إيطاليا في مباراة الملحق في البلي أوف سؤال صعب أنت صدمتني بأذا السؤال أتمنى أن لا يحدث ليس فقط من أجل روبرتو منشيني نحن نشجع إيطاليا ولا نشجع الأشخاص أي مدير فني؟ لكن حسابات الاتحاد الإيطالي دائما مختلفة روبرتو منشيني إذا لم يتأهل ستكون الأمور الصعبة وفدية ستتغز إيطاليا هل تتوقع أن يكون فيه اسم من لعبين الإيطاليين يشاركوا في المنافسة على اللقب دابست أو البالوندور؟ جورجينيو على سبيل المثال جورجينيو قام بعمل رائع مع تشامبيوز ليج مع تشيلسي وفاز بدور أبطال أوروبا مع تشيلسي وفاز بالأمم الأوروبية مع المنتخب الإيطالي لكن بعد ضياعه وإهضاره لثلاث رقلات جزاء ذهبت بمنتخب إيطاليا إلى الملحق لكن البالوندور هذا العام سيكون لروبرت ليفندووسكي وجورجينيو للأسف حرم نفسه من المنافسة على الكرة الزهبية هذا العام بكل ما فعله بإهضاره لثلاث رقلات جزاء أطاحت بإيطاليا من التهل لكسر رودي جالاتي الصحفي بلجزاتة دالو سبورت وأشكرك شكرا جزينا على مشاركتك معنا في أستدسة وظهورك على شاشة الأهلي نروح من الكلشي ونروح مجهزين لحضراتكم من اليهاردة